ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير توقعوا برج الصور لسنة الفين اربعة وعشرين يا رب تكون سنة بالخير والسلام على الجميع واللي ما حققتهوش في الفين تلاتة وعشرين تحققوه ان شاء الله في الفين اربعة وعشرين وكون كمان افضل دعم كوكب المشترة لمولي برج الصور هيكون ليه تأثير هيقدروا يحققوا نجاح مهني افضل في سنة الفين اربعة وعشرين يعني المفروض ان السنة دي مهنيا هتكون افضل من السنة اللي احنا فيها ده غير انه هيكون عندهم مجهود كبير اول شهور السنة يعني اول ثلاث شهور في السنة هيكون فيه مجهود في الشغل كبير من موالي برج الصور ده لحد شهر ثلاثة وكمان من ضمن برضه اول شهور السنة انه هيكون فيه نقلة للافضل مهنية يعني فيه مجهود كبير كل ده في اول ثلاث شهور من السنة وهيكون فيه نقلة للافضل مهنية يعني ترقييات زيادة في المرتبات المهم انه فيه نقلة للافضل ولكن بعد شهر 4 بقى فيه خلافات الخلافات دي هتكون مع الرؤساء والمفروض انها خلافات مش كبيرة او هيكون لها نتائج سلبية بشكل كبير ولكن فيه خلافات بسيطة هتحصل مع الرؤساء ومن ضمن اسباب الخلافات دي هيكون سوق الفهم يعني هيكون فيه سوق فهم كده هيكون سببه فيه الخلافات دي وفيه حاجة تانية برضه عايزة اقولها الخلافات دي هتنتهي سريعا ده اللي قريطه بالظبط يعني مش هتطول اما بقى من شهر 6 من شهر 6 فيه اللي هيستقله بعمل خاص يعني فيه من مواليب برج الصور طبعا كلام ليك وليكي هيبتدوا يعملوا مشاريحهم الخاصة اللي هو شغلهم الخاص مش هيكونوا موظفين اما نهاية السنة اللي هو بالظبط من شهر 10 او اواخر 9 لحد اخر السنة هيكون فيه حالة من الاستقرار غير ان فيه فرص عمل جديدة على مدار السنة يعني طول السنة هيكون فيه فرص عمل جديدة وعلى فكرة هي بنسبة كبيرة جدا ودي من الحاجات الايجابية وبرضو من الحاجات الايجابية على نهاية السنة ان فيه بعض مواليب برج الصور هينقلوا عملهم من مكان لمكان افضل يعني هينقلوا من شغل او شركة مثلا لشركة اكبر لو التوقع ده طلع فعلا حقيقي طبعا الغيب ده بتاع ربنا حدش يعرفه بس خلينا نتفائل ونقول لو طلع نسبة كويسة منه حقيقي فتبقى السنة دي مهنيا انا شايفها انها تبقى ايجابية جدا بس يعني حتى لو مشت بخمسين في المية بالتوقع ده يعني نسبة خمسين في المية اتحقق مسلا منه خمسين في المية بس فانا شايفه ان دي تبقى سنة مهنية كويسة وطبعا ده ما يمنعش ان احنا علينا دور كبير يعني مواليب برج الصور آآ عليهم دور كبير ان هو يطور من نفسه ان هو انضابط في شغله كل دي هتفرق جدا في حياتك المهنية واحنا كامده في بداية سنة جديدة داخلين عليها فارتنا انضابط علشان نحقق فعلا النجاح اللي عايزينه واظن يعني كله عايز يتقدم وعايز ينجحه اللي عنده طموح فدي فرصة الحقق بقى ايه زبطوا زبطي نفسك من اول السنة وربنا يوفقكم يديكم الحكمة ويقويكم هدخل عالجانب العاطفي هبدأ بالعزاب ابتمعيات جديدة وكمان ارتباط من اول شهور السنة ولكن هيكون محدود طيب وليه محدود محدود بسبب انشغال ماليد برج الصور او صوري عزاب برج الصور بامور غير عاطفية يعني هيكون مشغولين بعمل في امور شغلاهم اكتر المهم اني مش هيكون في دماغهم او مهتمين اوي بموضوع الارتباط ده من بداية السنة فده اللي هيخلي فرص الارتباط محدودة رغم ان فيه كمان اجتماعات جديدة ولكن من بعد شهر اربعة انجزاب بقى عزاب برج الصور لاشخاص هتظهر في حياتهم جديدة هيكون لهم تأثير يعني او يشدوا عزاب برج الصور ومن هنا هيكون فيه علاقات حب هتبقى بنسبة كبيرة جدا وهتستمر العلاقات اللي بنسبة كبيرة دي يعني هتفضل موجودة كده النسبة دي لحد شهر تمانية بجانب بقى الارتباط التقليدي هيزيد من شهر خمسة لنهاية السنة وبرضه هيكون بنسبة كبيرة يعني واضح ان فيه نسبة كويسة من عزاب برج الصور هيرتبطه خلال السنة كل نسبة كبيرة مش نسبة قليلة كل ده كويس جدا اهم حاجة ان حضرتك وحضرتك ما تقبلش غير بالاشخاص المناسبة لك سواء اجتماعيات او ارتباط يعني اجتماعيات انت محتاج شخصية تكون وقت ما تحب تلاقي حد تتكلم معاه تلاقي حد شخص سوي وقت ما تحب تاخد رأي حد تلاقي حد بيحب لك الخير فلازم تختاروا شخصيات والشخصيات دي هتعرفوها بالمواقف سواء برضو ارتباط واجتماعيات ما تتصرعوش في الحكم على حد ولا بالكويس ولا بالوحش اعرفوا الشخصية كويس احتكوا بالشخصية كتير هتقدروا ساعتها تقرروا تعرفوا اذا كان الشخصية دي مناسبة ولا لا هترتاحوا معاها ولا لا ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة ندخل بقى على المتزوجين والمرتبطين هيكون في خلافات من اول شهور السنة ولكن الخلافات دي هكون مش بنسبة كبيرة بالنسبة قليلة جدا وليها سبب وهو اختلاف الاراء يعني هيكون في اختلاف الاراء بين المرتبطين والمتزوجين الطرفين هيكون في اختلاف اراءهم ما بين بعض وده هيعمل خلاف معايني ده المفروب ما عملش خلاف اختلاف الرأي لازم نعرف ان كل واحد ليه منظوره وليه فكره الخاص به يعني احنا ببساطة مش نسخة واحدة احنا شخصيات مختلفين في الطباعة وفي السلوك وكل واحد ليه وجهة نظر وكل واحد بيبص من منظور مختلف غير التاني عشان كده بنختلف في الاراء ومش شرط الرأيه عكس رأيه يبقى هو يبقى نصص صح وهو الغلط لا طبعا ممكن يكون هو صح بس انا لازم اتناقش معاه واعرف اختلاف الرأي ده ليه لان ده ممكن يوصلني لحاجة انا مش هو خبالي منها خلينا يكمل بقى الاستقرار هيكون ليه النسبة الاكبر في اول شهور السنة يعني يكون فيه خلافات ولكن الاستقرار هيكون ليه النسبة الاكبر واتمنى ده اما بعد شهر اربعة هيكون فيه زيارات للاقارب هتكون سبب في اوقات سعيدة واستقرار ده غير ان من بعد شهر سبعة هيكون فيه مشاركة فيه رحلات او صفر ودي برضو هتخلي الاجواء سعيدة ومبهجة ولكن نهاية السنة نهاية السنة هيكون فيه خلافات بقى كبيرة وده بسبب تدخل بعض الاشخاص الفضليين هي مكتوبة كده فيه اشخاص فضولة عندها فضول صعب عارفين انتو الناس اللي هم حشرين دمخهم في كل حاجة دول اللي هو احنا عايزين نبعد دمخهم الناس دي هكون سبب في خلاف مدام حضرتك وحضرتك مدتش للي قدامك حدود انه ما يدخلش بينك وبين زوجتك اعرف اني هيفضل يدخل وممكن فعلا يعمل خلاف ويكون ليه تأثير سلبي سيء جدا فيه بيوت بتتخرب بسبب الاشخاص الفضوليين بسبب الاشخاص اللي بيدخلوا نفسهم في حاجات المفروض ان هي ما تخصهمش الاشخاص دول افضل حل يعني هو الحل السليم ليهم ان انتو توقفوهم عند حدهم ما تسمحوش لحد ان يدخل ببينكو بالاخص المتزوجين انتو خلاص ليكو بيتكو ليكو دنيتكو الخاصة بيكم المفروض ما حدش يدخل فيها مشاكلكو تحلوها مع بعض انتو تزعلوا مع بعض تزعلوا مع بعض بس ما حدش ليه دعوة بحياتكم الشخصية دي خصوصيتكم انتو ربنا يهدي سيروا كل بيت ويكمل مرتبطين على خير هخش بقى على الجانب العائلي تجمعات عائلية بنسبة كبيرة جدا النص الاول من السنة يعني لحد شهر ستة عائلات ماليب برج الصور هتجمعوا بنسبة كبيرة وده بسبب حاجات كتير من ضمنها مناسبات وافراح وهتقل التجمعات من شهر ستة لحد شهر تسعة هتكون بنسبة من قليلة لمتوسطة وهترجع تزيد تاني بسبب مناسبات تخص افراد عائلات ماليب برج الصور لنهاية السنة يعني من شهر تسعة هترجع تزيد ولكن مش مكتوب نسبة هترجع تزيد تاني وده بسبب ان في مناسبات بقى عياد ملاد افراح في مهم ومناسبات تخص عائلات ماليب برج الصور يا رب كل عائلة تجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة هدخل بقى على الجانب المالي استقرار الحالة المادية لشهر اربعة يعني المفروض اول اربع شهور هيكون فيه استقرار مادي وبعد اول اربع شهور من السنة فيه كتير من ماليب برج الصور هيزيد دخلهم وده هيكون سبب فيه تحسن المعيشة ولكن فيه جانب تاني الجانب التاني ان المصاريف برضو هتزيد المفروض ان المصاريف في السنة اللي احنا داخلين عليها لسنة الفين اربعة وعشرين هكون مصاريفها اكتر من مصاريف سنة الفين تلاتة وعشرين والمصاريف دي هكون محتاجة الحكمة والبعد عن الرفاهية في حاجة ايجابية جمدة جدا وبفعلا بتمنها من كل قلبي على نهاية السنة في كسير برضو من مواليب برج السور هيقدروا يدخروا مبالغ كبيرة اتمنى ده يعني المفروض ان هيقدروا يحوشوا زي ما بنقول كده فلوس كويسة على نهاية السنة اتمنى ده واتمنى برضو بمناسبة ان احنا بنتكلم عن توقعات سنة الفين اربعة وعشرين اتمنى ان انتوا تكونوا عاملين طرجت لنفسكم توصلوا لي يعني ماديا رقم معين توصلوا لي على نهاية السنة وتقدروا فعلا تداخروا ربنا يوسع من رزق الجميع ندخل بقى على صحاب المشاريع ارباح مقبولة جدا السنة دي المفروض ان السنة دي لصحاب المشاريع والتجار من مواليب برج السور هتكون فيها مكاسب كويسة وهتكون ارباحها افضل من سنة الفين تلاتة وعشرين بالاخص النص الاول من السنة ده المكتوب بالزبط المفروض النص اللي هو اول ست شهور هيقدروا يحققوا ارباح كويسة ومرضية جدا ربنا يوافق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم والمفروض بمناسبة السنة الجديدة يكون كل صاحب مشروع وصاحبة مشروع يفكر ازاي هيطور ويضيف لمشروعه هدخل بقى على الجانب التعليمي انضباط وانشغال طلاب برج السور اول تلات شهور في السنة وبعد شهر تلاتة هيكون فيه نتائج ايجابية جدا في انتظار طلاب برج السور واوقات كمان مفرحة ولكن بقى من بعد شهر ستة اهتمام طلاب برج السور دراسيا يعني يكون عندهم اهتمام كبير الشباب والبنات بدراستهم وده على شأنها عندهم هدف اللي هو تحسين مستواهم للافضل خلال من بعد شهر ستة والمفروض ان من بعد شهر تمانية ينتظرهم نجاح كبير ونهاية السنة نقلة جديدة للطلاب يعني مفروض نهاية السنة الفين اربع عشر في نقلة جديدة للطلاب من مرحلة لمرحلة تانية عايز اقول للشباب والبنات لو اكتهدتوا وانضبطوا بجد صدقوني هتلاقوا النجاح اللي انتوا عايزينه يعني انا ما شفتش حد كان شائب بيذاكر وفعلا بيشتغل انه هو يحسن من مستوى اللي لما كانوا جايبين نجاح كبير مجميع محترمة جدا انا بقول كده ليه علشان لو الشباب او لو فيهم بيشوفوا الفيديو ده من الشباب والبنات مستهطرين لا ما تستهطرش ابدأ جد خليك دايما واخد الدراسة جد على طول اه ريح نفسك ولكن ما تخليش الراحة تاخد فترة كبيرة منك لا انت ابدأ جد وخلي على طول الاستمرارية وعيد وكرر من نفسك وحاول ان انت تحسن من نفسك صدقني مجرد ما تحس ان انت بتتحسن دراسيا وتلاقي نفسك تيجي يعني مثلا تدخل في اسئلة وتلاقي نفسك بتجاوب ده في حد ذاته هيخلي عندك ثقة بالنفس وهتحس دي ان مجهودك كان مهم وليه ايمة كبيرة وان شاء الله نجاح لكل الطلبة دي كانت توقع برج الصول سنة الفين واربعة وعشرين عجبكو الكلام ده ما تنسونيش في اللايك مش مشتركة أو مشتركة ناريت تشترك عشا شوفو كل جديد متشاكل قوي ليكم سليم